في القرآن الكريم لم يقل أنفقوا فقط من أموالكم إنما قال وأنفقوا مما رزقناكم بمعنى الرزق هذا يختلف قد يكون مالا وقد يكون جاها وقد يكون مكانة في المجتمع قد يكون كلمة طيبة قد يكون سلوك قد يكون سلوكا المهم أنك تسدي معروفا لمن يحتاجه وكل مننا يستطيع الإنفاق حتى الفقير يستطيع الإنفاق حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة صدقة وتبسمك في وجه أخيك صدقة صدقة الفقر ليس فقر المال فقط هناك فقر الأخلاق فقر المشاعر والقيام والحب ولذلك كثير من الناس يتوقع عندهم مال أموال طائلة لكنه يفتقد إلى السعادة يفتقد إلى من يبتسم في وجهه إلى من ينفس عنه كربته ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يعني في يوم من الأيام فقراء الصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له ذهب أهل الدثور بالأجور نصلي كما يصلون ونصوم كما يصومون ولكنهم يتصدقوا بفضول أموالهم نصلوا كيف كيف ونصوموا كيف سهم زيدين علينا حاجة أنهم ينفقون قال ألا أخبركم بما تصدقون به قلنا بلى يا رسول الله قال كل تصبيح صدق وكل تكبير صدق وكل تحميد صدق وكل تهليل صدق والأمر بالمعروف صدق والنهي عن المنكر صدق وإعانتك لأخيك يعني تحمل متاعه على دبته صدق حتى قال عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدق قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له قال أرأيتم لو وضعها في حرام هل يكون عليه وسلم قال نعم قال كذلك إذا وضعها في الحنان بمعنى حتى العادة تنتقلب إلى عبادات بالنية شهوة الإنسان إذا كان أي نية نواها للخير وكانت موافقة للشرع تعتبر صدقة ربما نتائج الصدقة بالنسبة للشخص المحتاج المتصدق إليه ثابتة زيادة في ماله ربما تخفيف عن كربته وغيرها فماذا عن المتصدق ما هي فضاء الصدقة يعني الفائدة تلحق المتصدق قبل أن تلحق اللي المتصدق عليه هو يسعد هو يسعد بهذه الصدقة التي قدمها بهذا العمل الصالح الذي تقرب به إلى الله تعالى حق نفت انتباهي وحد الأمر في صورة الإنسان صورة الإنسان عظيمة هي صورة من على كل حال من قصار الصور ليس من قصار الصور إنما من المفصل من المتوسط صور المتوسطة وهي صورة مهمة جدا كان نبي صلى الله عليه وسلم يقرأها يوم الجمعة في صلاة الصبح مع صورة السجدة أو السجدة هذه السورة التي سميت باسم الإنسان هذا الإنسان خصص لرب بصورة في القرآن وسبح الله معظم الكلام اللي ورد في هذه السورة عن اليوم الآخر وكأن الله تعالى يريد أن يقول للإنسان أنت مخلوق لا لهذه الدنيا فقط إنما أنت مخلوق للخلود في جنات النعيم في يوم القيامة في هذه السورة الله تعالى تكلم عن الصدقة قال ويطعمون الطعام على حبه مسكيلا ويتيما وآسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شو ما ينتظرش المقابل يعني إذا أردنا أن نسعد في أعمالنا ما ينتظرش المقابل من الناس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر